يوسف أوباما يوسف أوباما بعد مطش الزمالك ضد إليكت التشادي خرج في سيارة أمير مرتضى منصور كلام كان أنه أوباما متدايق وزعلان وعايز يمشي من نادي الزمالي وكان متدايق من فكرة أنه كان هيخش في صفقة تبدلية مع الاتحاد عشان الزمالك يضم مروان عطية وبلغ أمير بهذا الزعل وأمير أكد له أنه مكمل مع الفريق وأنه موجود في النادي وأنه حيفضل مستمر في النادي على الأقل حد يناير القادم فأوباما موجود وما فيه الزعل وما فيه أي مشاكل مع نادي الزمالك زي ما تردد في الساعات أو الأيام القليلة الماضية مصدر في نادي الزمالك قال لنا كمان لرقم عشرة أن محمود شبانة مدافع الفريق اللي بتدرب مع الزمالك منذ يومين كان أعارى للاتحاد المحاكم عارفين الزمالك بينوي تجديد أعارته أو أعارته مرة أخرى لأحد الأندية في الدوري الممتاز الزمالك عنده عدد كبير من المدافعين الآن وفي الإيرا شايف أنه محمود شبانة ممكن ما يبقاش ليه مكانة في تشكيلة الفريق عشان كده أوصى بأعارة اللاعب لنادي في الدوري المصري مصدر آخر في نادي الزمالك قال لنا الرقم عشرة أن إدارة النادي هتعقد جلسة مع أحمد عيد زيل أيمان للفريق بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي عشان كمان يحسموا مصيره مع الفريق والخروج على سبيل العارة أحمد عيد كان رفض عرض من النادي الإسماعيلي وعنده أكتر من عرض آخر فالفترة اللي جاية أو الساعات اللي جاية هيكون فيها إعارة أحمد عيد لأحد الأندية المصرية كان طلع طلع حلوة أحمد عيد أوي يعني حظه مصدر في نادي الزمالك قال لنا كمان أن النادي جدد تعاقد حسام أشرف مهاجم الفريق الشاب لمدة ثلاثة مواسم قادمة الزمالك جدد العقد للعب عشان يستفيد منه الفترة اللي جاية ومعه تعلقه وأداءه اللي جاية في الفترات الماضية أو ظهوره بشكل معقول ممكن يساعد الفريق في الفترة اللي جاية الزمالك خد قراره بيه تجديد التعاقد رسميا لمدة ثلاثة مواسم ترجمة نانسي قنقر